فأسرع وقت بالسلامة والاثنين تقدر تبني عليهم زي ما انت عايز للمسم ده يعني انا كنت مراهن جدا على اكرم وعلى عمار لكن قدر الله طبعا في اول واخر دناصيب واختبار من ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله يرجعوا بسرعة ويرجعوا احسن من الاول الاثنين رباط صليبي والاثنين يمكن هيكونوا اطول فترة غياب للأهلي نتيجة اصابات في المسم ده لكن دكتور ابو عبلة رئيس الجهاز طبي قرر انه يسافر النمسا عشان يلحق هناك بعمار حمدي اللي سافر بالفعل واللي هيستعد ان شاء الله انه يعمل جراحة الروباط الصليبي تحت اشراف بروفيسور كبير هناك اسمه كريستيان فينك وده هو العمل نفس الجراحة قبل كده لأكرم توفيق وبكرا ان شاء الله الحد هيكون معاد اجراء العملية العمار في النمسا تحت اشراف البرفيسور فينك وده يمكن واحد من اشهر الاسماء للوقت يعني مطروحة في الساحة الاوروبية اكبر الاندية وابرز نجوم اوروبا بيتعاملوا مع البرفيسور ده وصلاح رد بقى يعني رد بقى يعني رد علي في نفس اللحظة قال لي ما تزعلش نفسك يعني زعلان ليه هو جاب جون عالمي اجيب لك جون احلى منه وصلاح الحقيقة حط جون اكتر من رائع الهدف المية وخمسين في المشوار صلاح مع ليفر بول صلاح دخل في قائمة افضل عشر هدفين في تاريخ ليفر بول بالكامل عشان كده طبعا النتيجة بتبقى اتنين واحد لليفر بول وكده تقدر تقول رسميا انه من اشهر من ألسين بيكر زي بتوعش الناوي كده من جون للجون الحقيقة استلامها صلاح على منطقة الجزاء رقص هو رقص كل اللي جواه منطقة الجزاء يعني بيبقى فيهم حالس المرمى طبعا وحتجون او الهدف